ليه بقول المقدمة الطويلة دي؟ عشان كنت بتكلم مع كابتن أمين على علي لطفي وزي أنا متحمس جداً لكابتن علي لطفي يبدو كمان إن كابتن أمين متحمس جداً لا أنا متحمس له جداً لأن أنا عرفه منه هو ناشئ ويمكن العب ضدنا وهو صغير في الناشئين علي لطفي من اللجوان الموهوبة الجن الموهوب ده صعب تلاقي يعني أغلب حراس المرمى هتلاقي اتعلم في ألعاب كده زي الهند بول زي الطائرة دي ألعاب تعليمية تقدر تصنع نجم تصنع منه نجم أو حارس عنده الجرأة عنده الشجاعة أطراف إيدي طويلة إلا هي مميزات أو صفات الحارس علي لطفي جن موهوب بيلعب بدماغه بيلعب بعقله عنده التالنت كويس فأنا مش خايف على حراسة النادل آلي من أنت حتى بتسألني في الفاصل لا علي لطفي جن من الأجوان الموهوبة جن كويس جداً هو يمكن بعده عن اللعب شوية والجن تملي بيبقى استمرارية الجن لما بيبعد شوية الناس بتقلق لما يجي يلعب لكن ما ننساش والناس أعتقد الناس ما تنساش ماتش الأهلي والزمالك أما برضو كان الشنوي جات له إصابة أحسن ماتشاته لعبة وصد درب الجزاء كانت السبب في المكسب فعلي لطفي لا جن كويس جداً أنا شايف أنه هو من الحراس ولو كان بيلعب أنا بقولك أو على مسئوليتي كان زمانه في منطق مصر كان زمانه في منطق مصر طبعاً طبعاً نمرى كام على مستوى حراس المرمى في مصر من وجهة نظر كابتان أمين عرابي لا هو أقولك طبعاً المميزين كتير أيوه لكن هو يصنف من ضمنيه يعني يصنف من ضمن الحراس المرمى الكويسين وخلي بالك الناد الأهلي لما يجي تعاقد مع لاعب سواء حرس مرمى أو لاعب ما بيتعاقدش هباء الناد الأهلي بيتعاقد بفكر بيتعاقد باستراتيجية بيتعاقد بأسلوب فلما فكروا فيه لا فكروا فيه كويس وجابوه هو جول محترم وجول كويس وهو عندنا إن شاء الله بيزيد وأنا شايف أنه هو يعني أنا بقول للناس ما تقلقوش لا ما حدش على الأيام الحقيقة وفي كل الموطشات آه يعني علي لطفي وبالمناسبة يمكن وإحنا نتكلم عليه إحنا نعمل دايماً اختيارات للجمهور بعد كل مطش الأهلي بيلعبوا علي لطفي كان من نجوم مباراة الزهاب إحنا لسا ما أعلناش بالمناسبة نتيجة المباراة العودة أنا أعلنها الأيام اللي جاي إن شاء الله نشوف حضراتكم اختارتم مين أفضل تتلعبين لكن الجمهور اختار في مباراة الزهاب اللي الناس ما كانتش راضية عن أداء الأهلي فيها أكرم توفيق علي معلول وعلي لطفي وحتى الجن اللي جاي فيه هنا في القياب جل صعب جد يعني هتخش في أي حد وشال كم كرة برضو وشال طيب أنا بقول إن هو جل محترم جل كويس وإن شاء الله يبقى دايماً لقدام ويزبط على المستوى ده وبإذن الله هو يعني كمان ميزة إن هو لما يلعب ويبقى كويس هبقى فيه تنافس مع الشناوي اللي اتنين هيشدوا حلو